السلام عليكم التعليم اللي رح نشوفها بفيديو اليوم هي تعليمات ايكو تعليمات ايكو بيستخدمها لحتى اطبع كلمات وملأ وجمل سواء كان ضمن الترمينال سواء كان بدي ابعثها لملف تاني او بدي استخدمها بسكريب بحيث انه تكون مؤتمة العمليات او الكلمات او الجمل اللي بدي اطبعها طيب خلينا نشوف كيف ممكن اني استخدم هاي التعليمات التعليمة مثل ما قلنا فأنا بقل له ايكو وبعدين ضمن كوتايشن مارك بعطي الاشياء اللي بدي اكتبها فلو جينا وقلت له hello world مثلا فراح شوف انه ضمن الكوتايشن مارك وضمن الترمينال طبع لي الكلمة اللي انا دورت عليها طيب انا اذا كنت بدي اطبع اكتر من سطر يعني مثلا بدي بكل سطر جديد يكون في عندي كلمة او كلمة او كل كلمة موجودة بسطر جديد فانا لحتى استخدم هاي التعليمة رح استخدم الاوبراي او الفلاك او الاوبشن ماينس اي بعدين ضمن الكوتايشن مارك بعطيه الاشياء اللي بدي او الكلمة التانية اي فراغ اللي هي النيو لاين بعدين بعطيه الكلمة التانية وضغط انتر رح شوف انه هلو صارت بسطر والولد صارت بسطر تاني طيب اذا كنت بدي مثلا بدال السطر الجديد حط tab بدال space فبقل له backslash t وضغط انتر كمان رح شوف انه صار في عندي التاب اللي هو هاد ليس فراغ واحد وانما هو اشارة التاب او علامة التاب على الكيبورد طيب انا اذا كنت بدي ابعت هاي النتائج لملف بدل ما اني طالعها مباشرة على الترمينال فبيجي لهي التعليمي مثلا وبعطيه علامة الاكبر او الاصغر اللي هي السهم اللي على اليمين بعطيه علامة السهم وبعطيه اسم الملف اللي بدي اكتب هاي الكلمات فيه لنقول رح نكتب هالو دوت تيكس فلو اجيد وشفت محتويات الهالو دوت تيكس رح نقل له cat هالو هالو دوت تيكس رح شوف انه صارت الكلمة موجودة عندي طيب هلا انا هاد اذا رجعت عدد التعليمي مرة تانية التعليمي الايكو مرة تانية ورجعت شفت المحتويات فراح شوف انه وقت اللي انا استخدمت السهم اللي على اليمين مرة واحدة هو رجعت هو استبدالي النص بالكامل وحطى لي النص اللي جديد طيب انا لو ما بدي استخدال هات النص انا بدي كل كلمة تشي بسطر جديد فمثلا لو اشيت لهي التعليمي وبدل السهم الواحد حطيت سهمين ورجعنا شوفنا الكات رح شوف انه الهالو وورد رجعت انطبعت مرة تانية لو رجعت عدد التعليمي مرة تالتة وشفت الكات رح شوف انه الهالو وورد صارت مرة تالتة هذه العملية اسمها يعني انه بدل ما انك تمسح لي الملف بالكامل وترجع تكتب من اول وجديد لا ضف لي الشيء الاشياء اللي انا عمالي اكتبها للملف اللي موجود طبعا هاي التعليمة متل ما حكيت ممكن انه نستخدمها بالسكريبتس اذا كان بدي مثلا اني يطلع عندي اشعار او نوتيفكيشن باستخدام تعليمة تانية على سبيل المثال نوتيفاي او اس دي فهي التعليمة بحطها مع النوتيفاي وبيطلع فيه عندي الاشعار او التنبيه هات كل شي بالنسبة لتعليمة ايكو بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبأمان الله